السلام عليكم بقى لي شهر شوية ما نزلتش فيديوهات ودي تقريبا اطول فترة توقف من سنة 2017 لكن احنا اخيرا رجعنا والنهاردة هنكون فيديو بتاعنا عن نصايح لو انت رايح تشتري موبايل جديد انا عحمد متحط من فون في ريو ويلا بينا نبدأ في الفيديو طبعا لو انت رايح تشتري موبايل جديد بيبقى عندك شوية تساولات هل اشحن البطارية مسلا لمدة طويلة جدا هل مسلا اشيل اللازق اللي على ظهر الموبايل الكلام ده كله هنعرفه في الفيديو ده واول حاجة معنا في الفيديو هي اللزقة اللي على ظهر الموبايل طبعا منشوف ناس كتير قوي قوي على التساولي الموبايل الجديد بتتضل حط اللازقة اللي موجودة في ظهر الموبايل اللي هي بتظهر صورتها قدامكم دلوقتي ومش بتشيلها والحيان بيبقى شكلها غريب جدا وشكلها سيئ جدا انت عماشي باللزقة في ظهر الموبايل ناس كتير يعني بتظن ان اللازقة دي لها علاقة بالضمان او حالة كده لكن في الحقيقة اللازق دي ما لاش اي علاقة بالضوان. الناس بتبقى شايفة عليها ارقام كده وكلام شكل مهم فما بتحبش تشلها خوفا من اي حاجة يعني. لكن حقيقة اللازق دي بيبقى عليها ارقام بتاعة الموبايل بتاعك وشوية معلومات عن الموبايل. المفروض اللازق دي ان انت تشلها وتحتفظ بيها جوة علبة الموبايل. لو نفتكر زمان شوية ايام الموبايلات كانت بتقدر تفتح او نقدر تشيل الظهر بتاعها. الكلام ده اصلا كله كان بيبقى موجود تحت البطارية بتاعة الموبايل. لكن دلوقتي كل الموبايلات او اغلبها ما بقاش تقدر تفتحها. بتالي شركات بعيد عشان تحط المعلومات دي لازم تحطها تلزاقها على ضغر الموبايل. مفروض انت تشيلها وتحتفظ بيها جوة العديد. ومن الاسطير المتدولة عبر السنين اللي فاتت كلها هي فكرة شحن البطارية بتاعة الموبايل. لو انت بتشتري موبايل من التجار فغالبا ان هتلاقي ناس كتير او بتقول لك ستيب الموبايل ده اشحنه تمن ساعات او تسع ساعات. والحياة الكلام ده كان صحيح لحد سنة الفين واتنين ايام بطاريات الليد اسط. لكن احنا دلوقتي بنستخدم بطاريات ليثيوم. والبطاريات دي اصلا بتفصل شحنة او ما تصل لمية في المية. بالتالي انت لما تشحنها تمن او تسع ساعات فالموضوع اصلا ما لهش اي لازمة. بل على عكس شحن الموبايل لمدة طويلة ليه اضرار هنتكلم عليها في مواضيع تاني. ناس كتير اول ما بتشتري الموبايل بتبقى خايفة من الفيروسات خايفة من البرمجي. ده الخبيثة. بالتالي اول حاجة بتعملها دايما بتنزل عن الموبايل وتنزل شوية برامج كده لحماية وحفظ البطارية وتسريع الموبايل ومسح الرام والكلام ده كله. والحقيقة اللي انا نصيحتي لكم انتم ما تنزلوش اي حاجة من الحاجات دي. لان الحاجات دي بتبقى حملة زيادة عن الموبايل ومالهاش اي ستين لازمة. يعني مسلا تطبيقات الحماية انت ممكن بكل بساطة ما تنزلتش تطبيقات غير من جوجل بلاي وانت ما تفتحش مواقع مجبوهة او تنزل حاجات مجبوهة. وبالتالي انت هتبقى في امان ومحاذبش هيعمل لك هاك ولا اي حاجة. طبعا انت حديثات الموبايل تبقى موجودة باستمرار. بالتالي مش هيحصل لك اي حاجة. فانت مش محتاج برنامج انتوارس. اما برامج تحسين البطارية فبتطل شغالها في الخلفية دايما وغالبا هي اصلا بتستهلك بطارية. فانت برضو هلقاش لازمة ممكن تستخدم المميزات اللي موجودة كوى النظام نفسه في حفظ البطارية او انك تقفل الحاجات اللي انت مش محتاجها زي الواي فاي او البلوتوز او اي حاجة من الحاجة. طبعا الناس كلها لما بتشتري موبايل جديد بتسأل اول هل موبايل عليه طبقة حماية. فالناس بتسمع اه عليه طبقة حماية كورنينج جوريلا جلاس سيكس فايف سور سيري. العرقام دي كلها. فالناس بتبقى فاكرة انها لما تستطيع موبايل عليه طبقة حماية ان الموبايل شاشته مش هتكسر ابدا ولا تتخدش ابدا. والحقيقة ان طبقات الحماية اصلا مش بتمنع الكسر او تمنع الخدش. لكن طبقات الحماية بكل بساطة. بتقاوم اكتر للخدش والكسر. بالتالي الموبايل برضو لو واقع هيكسر. لكن يبقى اكثر مقاومة من الموبايل اللي مفوش طبقة حماية. بالتالي افضل ليك ان انت اول ما تشتري تروح على طول تحط له سكريم بروتكتور والنوع كويس. اخر نصيحة في الفيديو ده عشان ما طولش عليكم وهي انك تعرف حقك. يعني ايه تعرف حقك? يعني تبقى عارف انت معك ضمان قد ايه? والضمان ده شروط وايه بالزبط. مبدئيا احنا حاليا في مصر عندنا ضمان اللي هو تغيير موبايل او بتبديله لو في عيوب صناعة في اول شهر. يعني اول تلاتين يوم. في بعض الاماكن اربعتاشر يوم او كده او مفروض حسب القانون الجديد بتاع حماية المستهلك يكون تلاتين يوم. عموما اربعتاشر يوم او تلاتين يوم انت معاك الحق ده. لو الموبايل بتاعك في عيب تصنيع تروح ترجعه. ترجعه تماما. تغيره خالص. مش تسلحه او كده. تغيره موبايل جديد. بالتالي يفضل ان انت دايما في اول شهر او يوم تحاول تستخدم كل حاجة في الموبايل. ما يبقاش عندك كسواس طبعا لكن قصدي ان انت بتستخدم كل حاجة تشوف الكاميرا تشوف الصوت تشوف الجي بي اس تشوف كل حاجة عشان لو في عيب على طول ترجع للضمان متاعك او تبدل الموبايل. تاني حاجة هي الضمان. لازم تبقى عارف ان انت في اول سنة او في بعض الشركات بتحطيطها دلقة السنتين. ممكن تصلح الموبايل لك مجانا لو حصله اي عيب مش بسببك. بمعنى انك لو وقعت الموبايل والموبايل الكسر لو وقع عليه سائل فده عيب بسببك. الموبايل لو الكسر قوي عليه سائل او تانى الشركة مش هتصلحولك ببلايش لان ده بيبقى عيوب استخدام. بالتالي دازم تبقى عارف حقك. وعارف حق الشركة برضو. ان الشركة مش تصلح لك اي حاجة انت كسرتها او انت وقعت عليها مية او تانيتها. لكن هتصلح لك اي حاجة تانية حصلت في موبايل مش بسببك. واخيرا طبعا تشتري مما كان انت واثق فيه كواس. وبس كده دي كانت بعض النصايح البسيطة وانت راح تشتري موبايل جديد. النصايح دي كلها او لو انت من محبين القراءة هتلاقي المقال ده نازل على موقعنا ريفيولوجي دات كوم وكنتشوفه تحت في الدسكريبشن وبس كده. سلام.